السلام عليكم شباب وياكم مرتبط جليحاوي طبعا شركة سامسونج بعد ما حددت موعد توفر وإعلان جهاز نوت 10 من شكل رسمي هو إعلانه بيوم 7 بشهر الثامن وتوفره 23 ويبدأ الحجز يبدأ يوم 9 بشهر الثامن طبعا اليوم آخر التسريبات قد رصد في منصة الاختبار جهاز نوت 10 بمعالج الأكسينوس 9825 وهو يحمل رمز SM970F مع ذاكرة عشوية 8 جيجا وسجل أداء أعلى من النموذج الثاني الذي يحمل اسم SM976P في نفس منصة الاختبار وكذلك يوجد نموذج باسم SM976V بذاكرة عشوية 12 جيجا وبمعالج سناب دراغون 855 بلس هنا يعني يثمتلنا بأنه النوت 10 سوف يأتي بمعالج الكوالكوم الجديد هو سناب دراغون 855 بلس اللي أعلنت عنا البارحة هذا المعالج اللي ينطي أداء أفضل من معالج السابق بـ 15% حيث أنه النموذج الذي يحمل معالج سناب دراغون 855 بلس سجل أداء أقل من نموذج الأكسينوس في الأنوية الأحادية بينما تفوق في اختبار متعدد الأنوية وهذا يعني أن النوت 10 بلس الذي يحتوي على معالج السناب دراغون 855 بلس سوف يقدم أداء أعلى من معالج الذي يحتوي الأكسينوس وهذا شيء جدا غير مرضي بالنسبة للشرق الأوسط اللي راح يجينا بنموذج الأكسينوس وأن النموذج الذي يحتوي على سناب دراغون 855 بلس سوف تكون هذه الأجهزة تحتوي على شبكات الجيل الخامس لأن هذا المعالج يحتوي على 5G لكن من المتوقع أنه يكون نموذج بمعالج سناب دراغون 855 العادي حيث أنه سوف يأتي النوت 10 بثلاثة نماذج النموذج الأول يحمل سناب دراغون 855 بلس ونموذج الثاني سناب دراغون 855 العادي ونموذج الثالث سوف يحتوي على معالج الأكسينوس من سامسونج وأنه أغلب مواصفات النوت 10 تحددت بشكل رسمي هو بشاشة مقاس 6.4 و 6.7 كواد HD بلس ذاكرات العشوية راح تكون هي 8G و 12G حيث أن السناب دراغون 855 بمنصة الاختبار ظهر بـ 12G للذاكرة العشوائية ممكن أن تكون أكثر من 12G أو أقل ممكن أن تكون 10G جهزة النوت 10 بأم وجملها راح تحتوي على بطارية من 4000 إلى 4500 ميلا أمبير وتدعم الشحن السريع ممكن أن تكون 27 واط أو 40 واط كذلك تدعم الشحن اللاسلكي وكذلك تدعم مقاومة الماء والغبار تسريبات حددتنا سعر النوت 10 أكثر من 1000 دولار لكن بالدول الأوروبية فمن الممكن أن يأتي هذا النوت 10 إلى العراق أقل من 1000 دولار أنا أتوقع راح يجي للعراق بسعر 900 دولار أو أقل من 900 دولار وهذا عمل شركة سامسونج منذ السابق أي جهاز تطلق عالميا راح يكون غالي راح يدخل للعراق بأقل من هذا السعر نهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو ضغط لايك إذا لم تشترك بالقناة تشترك بالقناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر